اشتركوا في القناة ويستهدف عربات المتمردين المحملة بالأموال المنكوبة مناوي يدعو أهل دارفور لحمل السلاح عفوا للدفاع عن الممتلكات والأرواح وقاح تعترض على دعوة مناوي لتسليح المواطنين حركة المستعبل تعلن اختطاف قياده بالحزب مدينة زالنجي على يد الميليشيات واردول يؤكد قوان سياسية تقف ألف حادثة اختطاف السياسيين ومعاشي الكيش أهلا بكم إلى التفاصيل قال شهود عيان أن أفرادا من ميليشيات المتمرد حميتي خرجوا من ولاية الخرطوم باتجاه ولايات قرب السودان محملين بمقتنيات المواطنين التي نهبوها وأوضح الشهود أن المتمردين هربوا بعد تعرض مواقعهم للضربات وصفت بالموجعة من قبل القوات المسلحة بالإضافة إلى قيام مواطن الأحياء بتضييق الحصار على الميليشيات ومنعها من الدخول لنهب المناطق شلت طيران الحربية عدد من القارات الجوية استهدفت عدد من العربات العسكرية التابعة لميليشيات المتمرد حميتي في منطقة الحلفاية بمدينة بحري وبحسب مصادر محلية فإن العربات المستهدفة كانت محملة بكميات كبيرة من الأموال التي نهبتها الميليشيات من البنوك والمصارف والمحالة التجارية بالعاصمة الخرطوم بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين التي تمت سرقة دعا حاكم إقليم دارفور من أركو من ناوي سكان الإقليم إلى حمل السلاح للدفاع عن الأرواح والممتلكات وأعلن من ناوي اليوم الأحد عن تضاعف الاحتداءات على المواطنين مما لا يرغب في سلامة وحقوق المواطنين ويحتمدون على تخرب المؤسسات القومية عفوا حسب تعبيره ودعا خلال تقريدة له أهل دارفور كافة إلى حمل السلاح بدعم من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام إلى ذلك احترض القادي بقحت المجلس البركزي طه عثمان على دعوة من ناوي لأهل دارفور للدفاع عن أنفسهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وعقال عثمان إن دعوة من ناوي لتسليح معطني دارفور للدفاع عن أنفسهم فتدخل الإقليمة في حرب أهلية يقدر بالذكر أن ميليشيا المتمرد حمتي ارتكبت مجازر بشعة بحق المواطنين في عدد من ولايات الإقليم اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين مجموعات تابعة للميليشيا المتمرد حمتي وأبناء قبيلة البطاحين في منطقة عدب بكر بشرق النيل الخرطوم وبحسب مصادر محلية فإن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة مجموعة متفلدة تابعة لميليشيا المتمرد حمتي دخول المنطقة بهدف نهب نازل وترويع الآمنين قبل أن يتصدع له مفراد القبيلة ويوقعون بهم خسائر وصفت بالفادحة وسط حالة من الاستنفار تشهدها المنطقة لأبناء القبيلة الذين أعلنوا استعدادهم للتصدي لأي محاولات من المتمردين قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية إن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا المتمرد حمتي قامت باختطاف أمين عام الحركة بزالينجي نور الدين نور الدائم عفوان الطهر ووصفت الحركة هذه الخطوة بالجريمة المكتملة الأركان وذلك عبر قيامها باختطاف القياد من منزله بعد تهديده وعائلته بالسلاح بالإضافة إلى قيامها باختطاف عدد من رموز المدينة ونهب مقر أمانة الحكومة وعدد من المصارف وتخريب المرافق الصحية بالولاية أكد القياد بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن حادثة اختطاف بعض السياسيين ومعاشي القوات المسلحة تقف خلفها قوان سياسية وقال أردول إن كوادر قحت تحدث أو تحدثت عن فيديو الجزول قبل 24 ساعة من بثه إضافة إلى قيام مسؤول أممي بتوزيع نفس الفيديو على عدد من السفراء قبل 6 ساعات من بثه على صفحة الدعم السريع وإعبعا إلى محاسبة هذه القوى التي ترسم الخطط للمتمردين وعدم إفساح المجال لها للعبث بأمان الوطن والواطن أصدر حزب الأمة القومي بيانا أكد فيها أن مليشيا المتمرد حميتيقا مد قبل عدة أيام باختحام منزل رئيس الحزب فضل برمناصر وقال الحزب في بيانه أن المليشيا ادعات أثناء دخولها المنزل بأنها تبحث عن أحد قيادات القوات المسلحة قبل أن تغادر دون العبث في محتويات المنزل فيما أكد الحزب أن رئيسه وبقية القيادات بخير ولم يتم احتغالهم أو تعريضهم لأي أزام من قبل مليشيا المتمرد حميتيقا أكدت وزارة التنمية الاجتماعية عدم وجود أي عقبات تمنع إرسال المساعدات إلى المتضررين باستثناء الإقراطون وإقليم دارفور وأكد الوزير الاتحادي للتنمية الاجتماعية آدم بخيط أن الترتبات لإيصال المساعدات إلى المتضررين تسير بصورة استثنائية فأن العمل جار مع حاكم إقليم دارفور لتأمين انسياب المساعدات إلى إقليم دارفور عبر إرسالها في جسر جوي إلى مطار المكاشر من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادية هيثم إبراهيم على أهمية التنسيق مع جميع الشركاء لتوفير احتياجات الفعلية للنظام الصحي وكشف الوزير أن كمية المساعدات الطبية التي وصلت في السودان بلقت قرابة 367 طن في إطار المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى البلاد وطالبنا المنظمات الدولية والطبية بمواصلة تقديم المساعدات في هذا الظرف إبراهيم أعلنت حكومة ولاية الجزيرة عن وصول قافلة من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها المملكة العربية السعودية إلى السودان وقال والي الولاي اسماعيل عوضل العاقب أن القافلة تضم أكثر من 1500 سلة تحتوي كل واحدة منها على سبع سلع قذائية ستوزع على مراكز الإواب الولاية وبقية الولايات المجاورة مع العمل على توفير 60 ألف طل سلة عفوا قذائية للأسر التي تستضيف العائلات في قنازلها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها برئيس بحثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيريتس وأنه يحظى بثقة واشنطن لتنفيذ الأهداف التي عيجنا من أجلها وعربت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر عن قلقها من الرسالة التي بعث بها رئيس مجلسي الانتقال عبد الفتاح المرهان إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب خلالها استبدأ لفولكر لارتكابها عدد من المخالفات والانتهاكات سيّرت فعاليات ووحدة كينانا بولاية النيل الأبيض مسيرة حاشدة دعما للقوات المسلحة محملة بالمواد الغذائية والعينية والماشية حيث أكد أبناء كينانا دعمهم للقوات المسلحة ومساندتها بالنفس والمال من أجل بسط هيبة الدولة بعد حرم الاشياء المتمرد حميتي وإعادة الأمن إلى العربوع البلاد بالإضافة إلى حسم الفوضى والقباع للتفلطات الأمنية عادت خدمة الكهرباء العامة إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان بعض انقطاع دام إسبوعا كاملا بحسب مواطن المدينة فقال مهندسه أن الكهرباء ستعود تدريجيا إلى الأبيض وملايتي النيل الأبيض وقلب كردفان يذكر أن المواطنين والمرافق الصحية بالأبيض ضلوا في أزمة حقيقية تهدد حياة المرضى من الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوي متمردت ميليشيات حميتي يفرون من الخرطوم بعد نهبها وسلاح الجو يستهدف عربات المتمردين المحملة بالأموال المنهوبة مناوي يدعو أهل دارفور لحمل السلاح عفوا للدفاع عن الممتلكات والأرواح وقاح تعترض على دعوة مناوي لتسليح المواطنين حركة المستعبل تعلن اختطاف قياده بالحزب مدينة زالنجي على يد الميليشيات وأردول يؤكد هو سياسية تقف ألف حادثة اختطاف السياسيين ومعاشي الجيش شكرا لكم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة